أقول لحضراتكم برضو إن شاء الله الناد الأهلي هيغادر يوم الجمعة القادم هيسافر إلى الدوحة لملاقات الرجاء المغربي موراة السوبر الأفريقي هتكون يوم 22 إن شاء الله بعد بطولة كأس العربة اللي هتنتهي يوم 18 هيكون موجود السوبر الأفريقي يوم 22 هيترأس بعثة الناد الأهلي الكابتن محمود الخطيط هقول لحضراتكم برضو حكاية الناد الأهلي قصة المصابين إيه دلوقتي مين اللي هيكون موجود؟ مين اللي هيحق بالمباراة؟ مين اللي هيكون صعب يكون متواجد في المباراة نبتدأ دلوقتي مع أيمن أشرف لعبي منتخب مصر موجودين في قطر دلوقتي أيمن أشرف جات لأصابة جزع فيه الرباط الداخلي فيه تواصل مع الجهاز الطبي من ناد الأهلي مع الجهاز الطبي منتخب مصر أيمن أشرف ماشي بالبرنامج بشكل جيد فيه نسب شفاء عالية جدا خلص المرحلة الأولى هي العلاج المائي مع منتخب مصر أيمن أشرف النهاردة أو بكرة هيبدأ تدريبات الملعب تدريبات الجري بس مش تدريبات الكورة تدريبات الجري النهاردة أو بكرة تدريبات الكورة ممكن تكون مع قدوم النادي الأهلي يوم الجمعة أو السابت القادم لما ينضم للنادي الأهلي نسب مشاركة أيمن أشرف في مباراة السوبر الأفريقي هتكون خمسين خمسين نسب مشاركة أيمن أشرف في مباراة السوبر الأفريقي خمسين خمسين مقدرش يقول هيقدر يشارك أو مقدرش يقول ممكن ما يشاركش لا اي من اشرف نسب مشاركته خمسين خمسين اللاعب التاني حمد فتحي والشناوي الاتنين متشابهين لبعض عندهم الجهاد في العضلة الخلفية عاملوا الاشعة الحمد لله مفيش شد مفيش مز هو الجهاد في العضلة الخلفية طب هيشاركوا بكرة ده متوقف على تدريبة اليوم مع منتخب مصر كروش قدل بتصريح النهاردة مهم بقول انا مقدرش اضغط على لاعب ان يكون موجود وده كلام محترم فاذا النهاردة الرأي او الكلام هيكون بتاع اللاعبة النهاردة انت حاسس بايه مدى مشاركتك ايه علشان الاصابة ما تزيدش او تتفاكم عندك ده بالنسبة لحمد فتحي وبالنسبة للشناوي اللاعبة بقى الموجودة هنا في مصر محمود متولي عنده مز في العضلة الامامية في مباراة طلاع الجيش امام الناد الاهل الودية هيغيب من شهر لشهر واسبوع خمس اسابيع ممكن يكون او اربع اسابيع فالنهاردة محمود متولي مش هيكون موجود في مباراة الصبر الافريقي بل بالعكس ممكن يسافر ايضا مع البعثة هناك يكون في اكاديمية اسباير ممكن يشوف يتعلج هناك يعمل الفحصات الطبية ويكون موجود مع البعثة لكن مشاركته في مباراة الصبر الافريقي بنسبة 100% خارج المباراة صلاح محسن ايضا عنده مز في العضلة الخلفية قاله عشر تيام نسب مشاركته في الصبر الافريقي برضو برة المباراة أحمد عبدالقادر كان برضو عنده إجهاد أو شد في عضلة الضمة لسه بيعمل مرحلة العلاج ممكن إن شاء الله ينزل يبتدي تدريبات الكرة مع النادي الأهلي يكون فيه الدوحة هو ده هو ده قصة المصابين في النادي الأهلي علشان كده لما نقول مين اللي برة بالنسبة 100% هيكون محمود متولي وصلاح محسن أيمن أشرف 50-50 حمد فتح الشناوي حسب رؤية الجهاز الطبي وحسب مشاركته من النهاردة في التدريبات